اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من اخر طبعة من الميادين الجيش اللبناني يدهم احياء في الضحية الجنوبية يحرر السوريين الاربع والتركي من قبضة ال المقداد الكرة الان في الملعب التركي حيث ينتظر اللبنانيون تحرير ابنائهم سوريا تتواصل الحملة الامنية للجيش الابراهيمي يستعد لمهمته واتفاق اولي في اجتماع القاهرة الربعي حول سوريا فيلم امريكي يثير غضب بنغازي والقاهرة والسفارة الامريكية في مرمى الغاضبين وقبل مناقشة هذه العنوين وغيرها من المواضيع ارحب بضيفنا لهذه الحلقة عضو كتلة المستقبل النيابية النائب في البرلمان اللبناني الوزير السابق احمد فتفت اهلا وسهلا بك صباح الخير ماذا جاء في عنوين الصحف العربية نتابع مع غدي غنطوس صباح الخير ردد فعل المسلمين على فيلم المسيء للرسول محمد تصدر ابرز عنوين الصحف الصادر اليوم والبداية مع عنوين صحفة القدس العربي مصر الاف المتظاهرين يهاجمون استفارة الامريكية ويحرقون العلم تنديدا بفيلم ومحاكمة يسئان للرسول طالب مرسي بالضغط على واشنطن للاعتذار ووقف عرض الفيلم حكومة التراونة تقيد الصحافة الالكترونية وتستعد للرحيل مصر تطلب من الانتربول توقيف شفيق بعد احالته ونجلي مبارك للجنايات للاستلاء على اراضن ننتقل الى ابرز عنوين صحيفة الزمان العراقية على منقاعدة فوق صورة استفارة الامريكية في القاهرة ردا على فيلم مسيء للرسول محمد النائب العام المصري يطلب من الانتربول القبض على شفيق البرزاني لا نريد الحرب لكن علينا ان ندافع واشنطن تخشى من ازمة سياسية جديدة في العراق واردوغان لن نسلم الهاشمي ربع مليون لاجئ سوري وخمسمائة وخمسون الفا يحتاجون مساعدات انسانية في حلب هيج مصر وبريطانيا متفقة على سقوط نظام الاسد صحيفة السفير اللبنانية عنوانت الدولة تحرر التركي وتنتظر رد التحية بر يربط زيادة رواتب الكبار باستخراج النفط الربعية حول سوريا تثير تفاؤلا تحبطه فرنسا ايران تطالب بضم دول اخرى للجنة والابراهيمي يلتقي حمد اليوم نتنياهو يرفع استجال الابتزازي مع واشنطن بانتا يارود والبيت الابيض لم يحدد له موعدا مع اوباما صحيفة النهار اللبنانية عنوانت المسلسل التركي انتهى باطلاق تيكين توفان والن للنهار لا تتعامل مع ايران وسوريا الابراهيمي يضع مع حمد والعربي تصورا لمهمته طهران لضم فانزولا الى مجموعة الاتصال سلافيون اخترقوا السفارة الامريكية بالقاهرة احتجاجا على فيلم للأقباط مسيء للإسلام صحيفة العرب اليوم الاردنية عنوانت الملك نؤيد الحل السياسية في سوريا والدعم العالمي للاجئين غير كاف جلالاته استقبل انجلينا جولي بعد ان زارت مخيم الزعتري النواب يقر المطبوعات والطراونة يعتبره غير مكمم للأفواه واخيرا نتوقف مع ابرز عنوين صحيفة الوسط البحرينية امر ملكي يقلص اعضاء مؤسسة حقوق الانسان من 23 الى 15 الامريكيون يستذكرون 3000 شخص راحوا ضحية هجمات 11 سبتمبر وبهذا العنوان نصل الى ختام جولتنا الصباحية على ابرز عنوين الصحف الصادرة اليوم شكرا لغدي غنطوس سأبدأ من صحيفة السفير اللبنانية عنوانات الدولة تحرر التركي وتنتظر رد التحية هل سترد تركيا التحية في القريب العاجل؟ هذا موضوع يتعلق بالامكانية التركية اولا الدولة اللبنانية قامت باقل ما يجب عليها ان تقوم من غير المنطقي ان يجري اعتقال او خطف مواطنين لدولة اخرى على الاراضي اللبنانية وان لا تتحرك الدولة وهذا الخطف تم منذ حوالي ثلاثة اسابيع تقريبا يعني الدولة تأخرت حتى حصلت على غطاء ما سياسي من الحكومة ومن حزب الله للدخول في مناطق نفوزه لتحرير المخطوفين موضوع التركي الآن سنرى اذا كانت الحكومة التركية لديها الامكانيات واعتقد ان لو لا الامكانيات متوفرة للحكومة التركية لما ابقت المخطوفين اللبنانيين في سوريا يوما واحدا طيب ماذا كان بامكان الحكومة او الجيش اللبناني والجيش هو يعني للأسف انه الكل يتهم الجيش بانه هو من فريق الثامن او من الجيش غير مقصر سنتحدث عن الجيش ولكن ماذا كان يمكن بامكان الحكومة ان تتخذ اي قرار يعني ان تقتحم المنازل هناك مدنيين كما فعلت في الايام الاخيرة كان عليها ان تفعل منذ اليوم الاول يعني ما كان عليها ان تنتظر ان تحصل على غطاء وكان على حزب الله ان يعطي الغطاء من اليوم الاول هذا التأخر في عطاء الغطاء اعطى صورة سيئة جدا للبنان اعطى صورة سيئة جدا جعل هناك هروب كبير لعدد كبير من السواحي اللبنانيين العرب وحتى اللبنانيين المكيمين في الخارج الى خارج لبنان اسائل الاقتصاد اللبناني اسائل صورة لبنان الحضارية لكن من قال أن حزب الله أعطى الغطاء أو تأخر كان في البداية يؤيد هذه العملية وكأنك تود القول أنه يؤيد وبعد ذلك أعطى الغطاء وتأخر في أعطائه أولا حزب الله يسيطر على هذه المنطقة الأمنية لديه الإمكانية العسكرية والأمنية وبالتأكيد ما كان يمكن أن تحصل هذه القضية وهذا الخطف في مناطق انتشار حزب الله الأمني لو لم يكن هناك على الأقل غض نظر كما يقال في لبناني أباط هناك غض نظر من قبل حزب الله على ما يشري فبالتالي هناك مسئولية شئنة أبين معنوية على حزب الله في هذه القضية منذ اليوم الأول ثم عندما رأى حزب الله أن هذه القضية بدأت تسيء لصورة حزب الله كثيرا ويمكن أن ترتد عليه سياسيا لكن الحزب لم يقول أنه له علاقة بهذا الأمر طبيعا لا أتوقع أن يقول حزب الله وعلى الأرجح أنه ليس له علاقة كيف تكون ليس له علاقة وهو يسيطر على هذه المنطقة أمنيا وعسكريا منذ سنوات طيب لو كان يسيطر هو كان هو له قواته الأمنية كان دخل هو وحرر السوريين الأبعاء دخل الجيش لماذا؟ لماذا دخل الجيش؟ أنا أذكرك بقضية في نفس المنطقة برويس حصل انفجار علامة استفهم عليه منذ حوالي سنة في شقة سكنية قيل أنه انفجار قرورة غازة منع حزب الله الجيش اللبناني والقوة الأمنية أن تدخل إلى هذه المنطقة لمدة 18 ساعة فبالتالي هو لديه الأمكانية الأمنية والعسكرية للسيطرة الكاملة على هذه المنطقة غض النظر لنقول غض النظر عن قضيات لأنه لا يريد أن يدخل في اقتتال داخلي ولكنه أيضا كان يعتبر أنها رسالة موجهة في جو معين سياسي معين كانت الأحداث مختلفة عما يجري اليوم على الساحة الدولية والأقليمية طب لو تدخل بقواته لا أعتقد أنه علي أن يتدخل بقواته ليس له دور في سياسة الداخلية يجب أن يسمح الجيش منذ اليوم الأول إذن الجيش يدخل إلى الضاحية بسهولة الآن يدخل الآن يدخل هذه خطوة صغيرة هذه خطوة صغيرة الضاحية ومناطق نفوز حزب الأمن الممنوع على الكوة الأمنية تدخلها واسعة جدا ويجب أن يسمح لها في دخول ليس فقط في الضاحية هذا يعني أن السلاح المقاومة وسلاح الجيش لا يتعرضان يتعرضان كثيرا والدليل عزالك أنه لم يسمح له عندما غض النظر سمح له السلاح ليس هناك من دولة في العالم تسمح أن يكون هناك جيشين وقيادتين وقرارين في الأمن وفي المجال العسكري هذا غير موجود في أي منطقة في العالم لا في حالة حرب ولا في حالة سن كل المقاومات نشأت عند غياب الدولة وعند قيام الدولة تراجعت المقاومة وسلمت سلاحي لكن حين تكون الدولة متفقة على أن هناك عدو إسرائيلي هناك أراضي محتلة هناك انقسام واضح هناك انقسام واضح لا أقبل بقلمة انقسام في هذا الموضوع نعم ليست دولة كل الناس متفقين أن هناك عدو اسمه العدو الإسرائيلي لكن ما أمطروا وأن هناك ما زال بعض المساحة المحتلة في مزارع شبعة وتيلا الكفر شبعة التي رفض نظام السوري أن يعطينا الدليل القانوني أنها ملكة للبنان وكنا استعدناها وفق القرار 425 فبالتالي القرار سياسي علما أن المقاومة ليست منتشرة في هذه المناطق ولم تكن بأي عمليات منذ سنوات في هذه المناطق حتى أن ما يسمى المقاومة لأنها بالنسبة له إذا ليست مقاومة هذه ميليشيا وسأشرح لماذا هذه المقاومة لم تكن بأي عملية تجاه إسرائيل منذ سنة 2006 حتى ليس فقط بمجال الرد سأذكر حادثة حصلت يوم 15 أيار سنة 2010 عندما نظم حزب الله مظاهرة كبيرة ضمت عشرات الألاف في مارون الراس بمناسبة احتلال فلسطين يومها أطلق الإسرائيليون النار على المتظاهرين قتل أكثر من عشر وجرح أكثر من مئة لم يطلق حزب الله رصاصة واحدة فإذا ذا هو لا يرد هو يرد يستعمل سلاحه الآن لمصالح سياسية في الداخل اللبناني لماذا هو لم يرد؟ لأعتقد لأنه لم يعد معني بهذه القضية لم يعد حزب الله معني رغم كل الشعارات السياسية لم يعد معني إلا بشيء واحد السيطرة السياسية على لبنان بوسطة سلاحه لذلك تحول من قوة مقاومة عسكري بوجه إسرائيل إلى قوة ميليشيا تسعى إلى السلطة في الداخل هذا ما فعله في أيار 2008 وهذا ما فعله في إنزال القمصان السود لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وإنشاء حكومة طرف واحد وهذا يحدث لأول مرة ونتجتها كارسية هذه الحكومة على سعيد الاقتصادي والمعيشي والسياسي وصورة لبنان وتراجع الاقتصاد وتراجع النمو من 7 إلى 1% حتى إلى 0 وحتى وفق جريطة السفير فبالتالي نحن أمام عمل ميليشيا ومحد يسعى للسيطرة على السلطة وككل ميليشيا وهذه التجربة تذكرني بتجربة عرفات عندما تحول من مقاومة فلسطينية إلى محاوطة السيطرة على الدولة اللبنانية تحول إلى ميليشيا ونشأت على أطرافه كما نشأت على أطراف حزب الله مجموعات مافيوية تسعى للخطف تسعى للقتل تسعى ربما لتبيض الأموال كل هذه وحزب الله يجب أن ينظف هذه الساحة وأعتقد أن مصلحتي أن ينظف هذه الساحة بأسرع وقت ممكن وهذا لن يكون إلا بطريقة واحدة أن يقبل حزب الله بسيطرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وأن يسلم سلاحه إلى الجيش اللبناني وأن يتولى الجيش اللبناني الدفاع عن لبنان طالما أن جيش بحاجة فقط لسلاح لديه أعداد كبيرة من الجنود وهي من كافة الطواف من كافة الأطراف السياسية ولدى حزب الله ثقة كاملة بقيادة الجيش اللبناني فليسلم سلاحه بالكامل إلى الجيش اللبناني ويتحمل الدولة اللبنانية وجيش اللبناني هل اليوم كل الأطراف السياسية مستعدة لدعم الجيش اللبناني سياسيا ومعنويا فضلا عن تسليح الجيش نعم كل القوى السياسية مستعدة وهي تدعم الجيش اللبناني فعلا وإذا ما حصل أحيان إذا كنت تشيرين لما حدث في الشمال إذا ما حدث أخطاء سنتحدث عن الشمال لا 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 ندعم الجيش اللبناني بالكامل وعندما نشير إلى بعض الأخطاء فهو لتصحيح المسار ولدعم المؤسسة وليس ضد المؤسسة إذن في هذه الأثناء سنتوقف أو كيف تعاطت الصحافة العربية مع آخر المستجدات في المنطقة والعالم اخترنا لهذا اليوم صحيفة السفير اللبنانية والشروق المصرية والعرب اليوم الأردنية نتابع الشروق المصرية زياد بهاء دين ما هي أخوانة الدولة؟ إذا كان المقصود بالأخوانة هو أن يكون الوزراء وشغلوا المناصب التنفيذية العليا من المنتمين أو القريبين من جماعة الإخوان المسلمين فهذا أمر طبيعي ولا يمثل خروجا على المسار الديمقراطي الصحيح ولا يوجد ما يدعو للقلق منه الفائز في انتخابات برلمانية ثم رئاسية من حقه ومن واجبه أن يحكم وأن يسعى لتطبيق السياسات والبرامج التي وعد الناس بها وبغير ذلك فلا تكون ديمقراطية ولا مسئولية ولا محاسبة ولذلك فالانزعاج من أخوانة الحكومة في غير محله المشكلة أن الحكومة شيء والدولة شيء آخر تماما ولذلك فإن كانت عيون الوزراء والمحافظين من الحزب الحاكم يعبر عن التطبيق السليم للديمقراطية فإن السعي للسيطرة على مؤسسات الدولة الإعلامية والمدنية والقضائية والأمنية وغيرها لا علاقة له بالديمقراطية من قريب أو بعيد بل يهدم استقلال وحيادية المؤسسات العامة ويمهد الاستمرار السيطرة طيار سياسي واحد على السلطة وإقصاء منافسه السفير اللبناني يبدي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ارتياحه لإجراءات الجيش ونجاحه في تحرير المخطوفين في لبنان لافتاً الانتباه إلى أنه إذا كان الأمن في يد سلطة موثوقة كما هي الحال الآن فأن ذلك يتيح للمقاومة أن تتفرغ لدورها وحول الجديد في قضية الإمام المغيب السيد موسى الصدر ورفقيه يوضح بري أن رئيس المخابرات الليبية السابق عبدالله السنوسي حاول التمييع والتملص من مسؤولياته خلال اللقاء الذي أجراه معه وزير الخارجية عدنان منصور في موريتانيا قبل تسليمه إلى ترابلس الغرب مؤكداً أن التواصل مستمر مع الليبيين من أجل الحصول على المعلومات اللازمة من السنوسي الذي كانت له بصمات أساسية على قضية تغييب الإمام الصدر العرب اليوم الأردنية نهض حتر العقل زينة أنا الأوان لإدراك حقيقة أساسية وهي أنه لا يمكن العودة بالأردنيين إلى قبل عام 2010 كل ما في الأمر أن الوطنيين الأردنيين حريصون على وطنهم وينبغي عدم استغلال رجاحة عقلهم بالتعدي عليهم على كل حال فإن موازين القوى الفعلية في البلد لم تعد تسمح بذلك ومن الأفضل عدم المغامرة وتتنادى فعاليات من الوطنيين الأردنيين لتكوين كتلة اجتماعية للاندراج في العمليات السياسية والانتخابية فحكومة بلا أفق سياسي مقطوعة الصلاة مع كل الأوساط وتعينات على أسس تثير الصخطة وفوق ذلك اعتقالات تستهدف الشباب الوطنيين وتترك الفاسدين لأنهم يتمتعون بحماية دولية الأردني لن يطلب حماية إقليمية ولا دولية لكنه صبور ومصمم أيضا من السفير المقاومة تتفرغ لدورها عندما يكون الأمن في يد سلطة موثوقة عندما يقول الرئيس بري أو يدعو الجيش إلى تفعيل دور الجيش في البقاع بعد الضاحية هل أنتم اليوم مستعدون إلى تفعيل دور الجيش في كل المناطق وفي الشمال تحديدا؟ نحن لا نحن ليسا فقط مستعدين نحن نطالب ومنذ زمن طويل نحن من طالبنا في طيار المستقبل بانتشار الجيش على كافة الحدود اللبنانية ومنع أي تأثير أمني سوري باتجاه لبنان أو لبناني باتجاه سوريا بما فيه التهريب أو أي شيء أو نقل السلاح أو نقل العتاة لماذا هذا الهجوم من قبل أن نأشه معين المرابع على الجيش؟ وهناك موقف غير واضح لطيار المستقبل نعم بالعكس الموقف واضح جدا نسمحي لي الأشرح موقف طيار المستقبل نحن طالبنا بانتشار الجيش على الحدود نحن طالبنا بانتشار الجيش في طرابس ونزع سلاح المدينة حتى في مذكرة 14 أدارة نوكلت إلى رئي جمهورية طالبنا بتجريد كل الأطراف من السلاح في مدينة طرابس فبالتالي نحن نعم مع الجيش اللبناني إلى أقصى درجة عندما يخطئ الجيش نشير أن هناك أحد الضباط قد أخطأ وهذا واجبنا عندما نكرر ماذا أخطأ؟ من أخطأ؟ من هو هذا الضابط وماذا أخطأ؟ لا لا هناك أخطأ حصلت ونحن لا نريد أن أكرر أسمنا سبق وذكرت الأسماء على التلفز لا أريد أن أعود إلى هذه المهاترات وقائد الجيش يعرف ذلك ورئيس الجمهورية يعرف ذلك إنما نحن مع المؤسسة إلى أقصى درجة بدون تمييز أما ما قاله معين مرعبي معين مرعبي بكل صراحة موقف طيار المستقبل واضح وموقف كتلة طيار المستقبل واضح لدرجة أنه بالأمس أن ياب معين مرعبي أصدر بيان يهاجم نواب طيار المستقبل في عكار لأنهم لا يتفكون معه على بعض المواقف لكن عندما صدر قرار بانتزاع الحصانة من النائب المرعبي الرئيس السانيورة قال بدوره أن هذا الأمر خطوة غير مسبوقة وغير قانونية في وقت كان الرأي المسؤول في طيار المستقبل أحمد الحريري ذهب إلى قائد الجيش جانقهوجي وقال له أن رأي النائب المرعبي لا يعبر عن طيار المستقبل ما هي حقيقة موقف المستقبل بالضبط؟ موقف المستقبل يزدر من مصدرين فقط أما من طيار المستقبل أما من كتلة المستقبل وفي الموقفين تأييد للجيش أما موضوع سحب الحصانة من النائب المرعبي فهي ضد الدستور اللبناني المدى 39 في الدستور اللبناني واضحة جدا فهي تقول أنه لا يلاحق أي نائب لبناني طيلة فترة نيابته لأي رأي سياسي يبديه هو يبدي رأيه لا نوافق على رأيه ولكن يبدي رأيه المشكلة أن النائب موين مرعبي لنكون صريحين حتى لو كان هذا الرأي ضد المؤسسة العسكرية هذا الرأيه حقه ألم يهاجم بالأمس النائب ميشيل عون مؤسسة الأمن الداخلي لماذا لهذا لا نعتبر أنه يجب أيضا صحب الحصانة منه ألم يقول في السابق للناس لا تتقيدوا بكل ما يقول لكم جهاز المعلومات والجو إليها وسأدافع عنكم بين الرأي وبين التحريد هناك فرق واضح أسوأ بكثير هناك تحريد ما يفعله جنرال عون وتحريد قال لا تلتزموا بما يقول جهاز الأمن الداخلي وأنا سأدافع عنكم فبالتالي التحريد جاء من جنرال عون أما رأي سياسي فهو من النائب موين مرعبي نحن نوافق على طريقة إبداء هذا الرأي إذا كان هناك أخطاء نفضل أن نعالجها مع مؤسسة الجيش ومعاقية الجيش وسبق أن فعلنا ولكن لنائب موين مرعبي سأشرح القضية ببساطة النائب موين مرعبي ملتصق جدا في الأرض هو نائب كما يقال على الأرض ويتعامل فعلا مع الناس فيشعر بكثير من الأزاء عندما يرى القذائف السورية تنهال على المدن تنهال على المدن اللبنانية والقرى اللبنانية وليس من يرد لذلك هو يهاجم جيش أنا برأي كان يفضل أن يهاجم عليه أن يهاجم وزير الدفاع والحكومة التي لا تعطي الجيش تعليمات بالرد على القصف السوري في الشمال هناك قصف مستمر للقرى اللبنانية سندخل إلى الموضوع السوري ولكن هذه هي المشكلة هذه هي المشكلة الحقيقة لماذا في قضية شادي المولوي لم نرى أن هناك رفع الغطاء على العكس تم لفلفت القضية على الطريقة اللبنانية إن صح التعبير في اعتصام الأسير كان موقف واضح للأمانة لثيار المستقبل بهذا الأمر لكن أيضا الأمور أخذت مداها يعني شلت المؤسسات أو المحال التجارية من هو المسؤول؟ المسؤول أن الدولة لم تكن بواجبها في موضوع شادي المولوي كان هناك اختراع لقضية اخترع الأمن العام قضية وركب قصة بوليسية اختطف شخص من مكتب نائب ارتكب خطأا كبيرا جدا في أي دولة من العالم كان هذا يجب أن يحاسب عليه الأمن العام لم يجري تازي المحاسبة شادي المولوي لم يرتكب شيء ليس هناك من ملف ضده كان هناك تقرير من كل أجهزة الأمنية الأخرى أنها ليس هناك من ملف قال الأمن العام أن لديه ملف من السفارة الأمريكية نفت السفارة الأمريكية هذه المقولة فبالتالي قصة شادي المولوي كان افتعال فتنة مع مدينة الطرابر جرى معالجاتها مختلفة جدا من افتعال هذه الفتنة؟ أما موضوع الأسير موضوع الأسير نحن كلنا منذ اللحظة الأولى أن ما يقوله الأسير نحن في كثير من الأحيان نوافق عليه ويوافق عليه قسم كبير من الشعب اللبناني قال بدعم رئيس الجمهورية بدعم حتى السلطة بدعم السيادة بمنع السلاح غير الشرعي كل السلاح ولكن الطريقة التي تعاطف فيها من قطع طرقات واحتلال سحف نحن نقولها بعدما تتحدث الأمن العام مديرية الأمن العام وتقول أنت ذكرت أن السفارة الأمريكية نفت ولكن الأمن العام يؤكد أن هذه المعلومات من قبل السفارة الأمريكية نفت فإذا هذه الأخبار مصطنعة بالأمس سمعنا إلى اللواء جميل السيد وهو يدعي أن لديه معلومات من وزير الداخلية ومن رئيس الحكومة ثم صدر بيان من رئيس الحكومة داخله يكذبان هذه المقولة فهذا لا يعني شيء إذا أحد قال أن أنت كلت ذلك الكنة فإذا نفيتي أنا أصدقه وأنت الأصدق في هذه القضية وصاحب المقولة من يمول اليوم الشيخ الأسير؟ لا أعرف لا أعرف هو يعتمد كثيرا على بعض المتمولين كما فهمت بعض المتمولين الفراديين هناك ناس البعض يقول أن تيار المستقبل إعلاميا يقول شيء ويمول من تحت الطاولة يعني تيار المستقبل في الوقت الحالي لديه ضائق مليئ جميع العلم بها حتى بعد المعاشات أطرف بها الرئيس سعد الحريري في مقابلة عندما تتحدث عن ضائق مالية وهو هناك عجز في المؤسسات في تيار المستقبل هل يمكن للسعودية أن تكون أن تمول الأسير؟ ليس على ذلك يعلم أنا معلوماتي أن الأسير ممول من قبل متمولين من صيدة وجوارها يساندون أفكاره أما تيار المستقبل فلا دخل له بالتمويل هو عاجز عن تمويل ذاته لدينا نقص في التمويل الذاتي بشكل واضح واعترف به الرئيس الحريري فهذه يعني خزع بلات تمويل كيف لكم لا تتفقون مع الأسير عندما تكون قيادات أو أقطاب في 14 أدار من الدكتور جعجع إلى النائب جنبلات أيضا الحريري محفظ الألقاب عندما يقولون أننا سنلجأ إلى الاعتصام والعسيان السلمي المفتوح في كل لبنان لمواجهة السلاح كرر هذه المقولة الأسير نحن لم نقل أبدا أننا سنلجأ إلى الاعتصام قلنا أننا سنمارس كل ما يسمح به القانون نحن نمارسه القانون لا يسمح بقطع الطرقات فما قام به الأسير من قطع الطرقات وضع القانون لذلك نحن لم نوافق عليه أما من الناحية السياسية ما يطرحه الأسير فيطرحه قسم كبير من الشعب اللبناني عطري قال لبناني فاش خلقكم الأسير بما فعل مش فاش خلقنا الأسير فاش خلق ناس كتير بالنسبة لنا نحن نمارس العمل السياسي وأنا فيش خلق معك وأتلي بقول هون وأتلي قدرت ألت على هالمنبر أن حزب الله ميليشيا يسعى إلى السلطة فكأننا عم فيش خلق أو فيش خلق الناس نعم سنتبقى في هذه اللحظات مع فاصل ومن بعده سنعود من جديد أهلا بكم ماذا في الصحافة الأجنبية وكيف تعاطت مع الأحداث نتابع لوبوان طبيب فرنسي يعالج جهاديين أجانب في حلب قال الجراح الفرنسي جاك بيري إنه التقى بإسلاميين فرنسيين أثناء وجوده في حلب في إطار عمله في منظمة أطباء بلا حدود وأكد بيري أن قلة من المدنيين أصيبوا أثناء القصف وأن 60% من الجرحة الذين كانوا يحضرون إليهم من المقاتلين وبحسب الجراح الفرنسي فإن عددا كبيرا من الجرحة كانوا من الأجانب الذين أخبروه أنهم أتوا إلى سوريا للجهاد وإطاحة النظام وعندما كان يتحدث إليهم أكثر كانوا يبدون رغبتهم في إنشاء دولة خلافة إسلامية بيري قال إنه رأى مقاتلين من أصول ليبية وصومالية ومالية وفرنسية أيضا يعمل هؤلاء بحذر وبحزم شديدين لقد تم تحويلهم إلى آلات جهادية أضاف بيري طريق أوباما إلى البيت الأبيض يبدأ من إسرائيل قاطع أحد الحاضرين خطاب أوباما الذي ألقاه في ولاية فلوريدا الأمريكية سائلا إياه ماذا عن إسرائيل جاء هذا السؤال كتذكير لا يحتاجه أوباما بأن عدم إحكام قبضته على أصوات اليهود في جنوب فلوريدا يشكل خطرا عليه مذ أسابيع وحملة مترومن الانتخابية تروج لفكرة أن الولايات المتحدة في عهد أوباما لم تخدم إسرائيل كما ينبغي لكن التخلي أوباما عن إسرائيل ليس أمرا مجمعا عليه ويستشهد البروفيسور في الجامعة العبرية روبرت فريدمان على ذلك من خلال الإشارة إلى زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل وعرقلة مساعي السلطة الفلسطينية الساعية إلى إقامة دولة فلسطينية لا شك أن أوباما هو أفضل رئيس بالنسبة لإسرائيل عبر التاريخ أضاف فريدمان لا شك أن الرئيس الأمريكي مدرك تماما أنه لا يستطيع تحمل تكلفة خسارة صوت يهودي واحد في الانتخابات المقبلة أشار استطلاع للرأي أجراه مركز يوغوف الدولي إلى أن انخفاض التأثير الأمريكي في الساحة الدولية سببه فقدان الثقة بنوايا ودوافع الولايات المتحدة وأظهر هذا الاستطلاع أن فقدان الثقة هذا لا يشمل بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا فقط بل خلفاء واشنطن تقليديين في أوروبا أيضا ففي بريطانيا الحليف الدائم للولايات المتحدة قال أربعون بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إن الكلمة التي تتبادر دائما إلى أذهانهم عند ذكر الولايات المتحدة هي كلمة بلطجة بصحيفة لبوان بيري قال إنه رأى مقاتلين من أصول ليبية وصومالية ومالية وفرنسية أيضا ماذا يعني هذا في سوريا؟ هذا يعني أن هناك نظام أساء استعمال السياسة في البلد وجعل البلد مدمرا بدل أن يلتفت إلى مطالب الشعب ويجري الإصلاح في الوقت الضروري وفتح الساحة إلى حرب أقليمية وحرب داخلية شعواء فتحت الحدود السورية إلى كل إمكانيات التي شاهدناها على الساحة العراقية وهذا يتحمل مسؤوليته النظام الذي لم يدرك منذ اللحظة الأولى أن هناك تغييرات ضرورية يجب أن تحدث في الساحة السورية وسمح للحرب أن تنتشر بدل الحل السياسي الذي كان مطلوبا منذ اللحظة الأولى يعني الوضع في سوريا لم يعد ثورة؟ هناك ثورة في سوريا ولكن هناك على أطراف هذه الثورة من يستفيد من هذه الثورة ومن ممكن أن يستغل وجوده في مناطق وأن ينتقل إلى سوريا إذا كان هؤلاء من مناصرين عرب أو من جهاديين نعم ولكن عندما نتكلم عن أصليين أو سلفيين أو جهاديين هل هذا الأمر يكون على الأطراف أو هم يدير المعركة على الأرض؟ نعم على الأطراف لأن المعارك التي تدار بالقسم الكبير منها كما شاهدنا في دمشق أو في مكان أخرى وفي كل المناطق هي هو الشعب السوري وهو الجيش السوري الحر أو جيش الوطني السوري الآن فبالتالي هناك بالأساس شعب اضطر ليحمل السلاح وجنود اضطروا لمغادرة الجيش للدفاع عن المدني وجاء نتيجة الفوضى العارمة التي حلت والتي حمل مسؤوليته حتى بخطف اللبنانيين أنا أحمل مسؤولية للنظام السوري غريب نحن نسائل الجميع ولا نسائل البلد الذي حصل فيه الخطف لماذا لم يكن بدوره لمنع الخطف ولتحرير المخطفين فبالتالي المسؤولية الأساسية تقع على هذا النظام الذي لم يتحمل مسؤوليته تجاه التاريخ وهو ينام على كل ما يحدث إذا كان نظام جهول بالمعركة على الأرض وهي حرب عصابات ولم تحسب المعركة حتى الساعة في سوريا لماذا وصلنا إلى هذا الحرب العصابات لأن هذا النظام رفض الإصلاح السياسي الحقيقي رفض تغيير النظام ألا تتخوفه من سقوط بشار الأسد والانعكاسات والارتدادات السلبية على لبنان تحديدا على كل الوجود بشار الأسد كان له انعكاسات سلبية جدا على لبنان من خلال السيطرة على الحكومة من خلال تجديد للرئيس إميلا حود وصولا إلى أغتيال الرئيس رفيق الحريري كل هذه غياب عشرات المئات من اللبنانيين بل الألف من اللبنانيين المختفين في سوريا قصرا فبالتالي التأثير السلبي وجد وهو موجود الآن من خلال افتعال المشاكل وتسليح الميليشيات في مناطق عديدة من لبنان البديل هو يخص سوريا بالدرجة الأولى أنا لا أتخوف إذا كان هناك واحدة داخلية لبنانية أنا لا أتخوف من أي شيء نحن نستطيع حماية حدودنا نحن نستطيع حماية بلدنا بشرط أن لا يكون أطراف لبنانية بالمشاركة في هذه الحرب دعما للنظام أو تمرئا للسلاح من هي هذه الأطراف من تقصد يعني أعلن سيد رفعة عيد بشكل واضح أنه ينتمي إلى خط بشار الأسد وأنه يقف إلى جانب بشار الأسد أعلن سيد حسن نصر الله أنه يدعم النظام السوري وأنتم تعلنون في المقابل أنكم أنتم ضد النظام وظهرت مسئلات تطالب بإسقاط الأسد من صيدة إلى ترابلوس ولكن هناك فرق كبير نحن التزمنا بثلاثة أشياء نحن التزمنا بتأييد سياسي لثورة الشعب السوري لذي يبحث عن الحرية والديمقراطية التزمنا بالتأييد الأعلامي والتزمنا بالتأييد الإنساني للمنازحين السوريين والجرحة هذا فقط العسكري العسكري ليس لدينا لا الإمكانية العسكري ولا الإمكانيات المالية كما ذكرت كما اعترفت منذ اللحظات ونحن لذلك طالبنا بأن ينتشر الجيش اللبناني على كل الحدود وأن يمنع تمرور أي سلاح من لبنان باتجاه سوريا أو من سوريا باتجاه لبنان وحزب الله لذي يرفض هذا الشيء لماذا يرفض حزب الله انتشار الجيش وأكفال الحدود لأنه يريد أن يحتفظ بهذه الحدود لتمرير سلاح من سوريا ولا تمرير من لبنان إلى سوريا فحزب الله هو الذي يرفض أن يكون هناك سيادة لجيش اللبناني على الحدود ولذي يمنع الحكومة أن تكون لديها قرار والذي يمنع الجيش أن يستعين بكوات اليونيفل وفق القرارب 701 لحماية الحدود من يطالب أكفال الحدود هو من يرسل السلاح إلى سوريا طيب أنت قلت قبل قليل أن هذه سميت عن حزب الله أنها ميليشيات أليس هناك من ميليشيات في طرابلس كل هذا السلاح الذي نرى من يسلح في طرابلس حزب الله يسلح الميليشيات في طرابلس نعم حزب الله يسلح اكتشفت في الأولى الأخيرة عندما بخلت متفالتين إلى أين كانت تتجه هذا الشغل يوجه إلى مخابرات الجيش لماذا لم يكن لنا إلى أن توجهها يقال أنها كان تتجه بينتظرها شخصية سياسية كبيرة طرابلسية يقال أنه كان ينتظرها أيضا رفعة عيد فأنا أنتظر هذا الموضوع بالملف بيط مخابرات الجيش هل هناك شكل مخابرات الجيش أين وصلت التحقيقات في هذا الأمر أنا لست في المخابرات الجيش وليس لدي علم مع مخابرات الجيش أنت شخصية معروفة من الشمال ألا تتابع هذا الملف؟ أتابع هذا الملف ولكن في مخابرات الجيش فلتتفضل لنا مخابرات الجيش التي هي على صلة وتواصل مع حزب الله لماذا أكفل هذا الملف؟ لماذا لم يسمح للصحافة بالإطلاع عليه؟ ربما أنا لدي تساؤل كبير أين كان يذهب هذا السلاح أعتقد أنه كان يذهب إلى ميليشيات مؤيدة للنزام السوري ميليشيات هي تهرب السلاح إلى الداخل السوري وتساند الثورة؟ أنا لا أعرف أن هناك تهرب سلاح الحدود مفتوحة إلى ما شاء الله يجب أكفال الحدود هذا هو مطلبنا منذ سنة ونصف ونحن نطالب بأكفال هذه الحدود ونشر الجيش وضبطها وفي حال عجز الجيش فليطلب أن ينفر أمر مستغرب كيف يمكن ترسيم الحدود بين هذين البلدين؟ على أي أساس؟ على أساس اتفاقية سايس بيكو؟ كيف يمكن ترسيم الحدود؟ ويعني أنت من مناطق محاذية لسوريا بعض المنازل والقرى النائية وأنا أيضا من تلك القرى يعني المكان إذا كان المطبخ في الأراضي السورية فغرفة النوم في الأراضي اللبنانية هذا موجود في كل دول العالم ولكن هذا لا يمنع الترسيم لا يمنع أن يعرف كل شخص أين تقف مسؤوليته أصلا الترسيم قرار سياسي لبناني مجمع عليه من كل الأطراف لبناني حزب الله وافق على الترسيم في مؤتمر الحوار الوطني ولكن رفض تنفيذه الرئيس نبي برري وافق على الترسيم ورفض تنفيذه بالفعل كل الأطراف المؤيدة لسوريا جنرال عون وافق على الترسيم ورفض تنفيذه فبالتالي الترسيم هو قرار لبناني إجماع بالإجماع فهذا ليس موضوع ثانيا على الجيش اللبناني أن ينتشر لحماية اللبنانيين وأيضا لمنع تهريب السلاح باتجاه سوريا وفي حال لم يتمكن الجيش اللبناني من ضبط كل هذه الحدود مكننا الكوات اليونيفل من مساعدته القرار بسبب واحد يسمع الكوات اليونيفل إذا طلب الجيش وطلبت الحكومة هذا يكفي طلب من الحكومة اللبنانية فإذا الحكومة اللبنانية لا تريد حماية الحدود تريد أن تبقى الحدود مشرعة لا تعطي الجيش القرار بالرد على القصف السوري ولا بحماية الحدود فبالتالي حزب الله بصفته مسيطرة على هذه الحكومة هو الذي يتحمل مسؤولية تهريب السلاح وكل نقطة دم تراق في جانب اللبناني أو في جانب السوري نتيجة هذا التهريب بعد سننتقل إلى الأحداث التي تجري في القاهرة وفي ليبيا على ما يبدو أن القتيل أو السفير الأمريكي في ليبيا هو الذي قتل هذا في خبر عاجل ورد الآن من خلال اقتحام بعض من الغاضبين إلى السفارة سواء في القاهرة أو في ليبيا كيف ترى المشهد اليوم في مصر؟ أولا نحن في حالة سورية في العالم العربي وسنرى أمور كثيرة مشابهة جميع سورات العالم لم تهدأ الأمور خلال أشهر أو سنوات قليلة السورة الفرنسية استمر الموضوع حوالي 100 سنة السورة الروسية استمر حوالي 15 سنة لكي تهدأ الأمور فنحن في حالة سورية تدحرش تدريجيا لكي تهدأ وهناك علامات أن الأمور تتجه بشكل صحيح من خلال تنظيم انتخابات في مصر تنظيم انتخابات في ليبيا بغض النظر عن النتائج النتائج مختلفة في ليبيا وفي مصر من خلال الأنظمة السياسية يختاروها الناس أما ما حدث بالأمس فهو ردة فعل انفعالية نتيجة فيلم ينتج في الخارج وأنا أشير أن هذا الموضوع سيء هذا يعني أن ليس لدينا ثقافة كمول الآخر ولو كان مخطئا أنا بنظري يعني يجب على في مصر أن يقبلوا هذا الأمر حتى لو كان في إساءة لا أن يصدروا فيلما مضاطا أن يقوموا بحملة إعلامية وحملة سياسية ضد هذا الشيء ولكن ما هي الصورة التي أعيناها الآن؟ أعطينا صورة تؤكد للعالم ما تريد إسرائيل أن تروجه بأن العرب هماش ولا يقبلون بالديمقراطية ولا يقبلون بالرأي الآخر وهذا لمصلحة إسرائيل هذا الفيلم أن يكون من قبيل الصدفة أليس هو يستهدف؟ أبدا 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 هذا فيلم استفزازي بالتأكيد فيلم استفزازي ولكن يجب أن أكون لدي الزكاء الكافي لأعرف كيف أتعامل مع هذا الرأي العام وكيف أرد على الاستفزاز بنفس الطريقة بالإعلام بحملة إعلامية لماذا اللوبي اليهودي في إسرائيل في الولايات المتحدة كما ذكرت الآن عن انتخابات أوباما هو بهذه القوة لأنه متوحد عدد العرب في أماركا والمسلمين أكبر بكثير من عدد اليهود ولكن غير متوحدين يتنازعون في المصالح في كل المصالح لو توحدوا لتمكنوا من مجابهة اللوبي الصهيوني ومنعوا أمثال هذه المغامرات بكل الأشكال ولكن للأسف نحن لا نريد أن نمارس العمل الحضاري السياسي الذي يعطينا قوة أكبر بكثير من القوة الإسرائيلية إسرائيل تنتصر علينا لأنها تمارس لعبة تجيدها ونحن لا نجيدها يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا العالم لكي ننتصر بصراحة هذا هو ما نقوله دائما بكيف تطوير عملنا السياسي وليس فقط بالقتل والذبح والصورة التي نعطيها على العالم وليها سيئة أنا أفهم ردة الفعل حتى صورة المقاومة صورة سيئة؟ عندما يكون هناك غياب للدولة وهناك احتلال هناك مقاومة هي جيدة ولكن عندما تتحول إلى احتلال شوارع بيروت وتقتل اللبنانيين وتستولي على السياسة وأنت عدت إلى السؤال وتستولي على السياسة في الداخل فتصبح ميليشيا وهي صورة سيئة جدا حركة حماس هل هي أيضا تعطي صورة سيئة؟ لا لا تعطي صورة سيئة الآن تحسنة أنا أذكر بموضوع سنة 2006 كنت وزير الداخلية في لبنان وذهبت إلى واشنطن خرجت من أمام البيت الأبيض وقلت أن سياسة الولايات المتحدة تجاه حماسية خطأ كبير وعليها أن تعترف أن حماس ربحت الانتقابات وأن تتعاون معها أعتقد أن حماس ربحت الانتقابات وأخطأ العالم الذي لم يتعامل معها ووصلنا إلى ما وصلنا إليه بأشياء كثيرة حماس عليها الآن واجب الدفاع عن هذه المنطقة يتعاطى معها على أي أساس أنها في السلطة أو على أنها حركت مقاومة لا أساس أنها في السلطة أنها في السلطة وعندما تتحول المقاومة ربحت الانتقابات تصبح في السلطة ويجب أن يتعاطى معها هل ستتخلى في حال وصلت إلى المقاومة أي مقاومة ستتخلى عن مقاومتها في الإنسان؟ إذا كان هناك ما زال أراضي محتلة لا يجب أن تتخلى نتحدث عن حماس وعن فلسطين نعم عن فلسطين لا يجب أن تتخلى أنا لا أوافق أن تتخلى طالما هناك قضية فلسطين يجب أن تبقى هذه قضيتنا الأولى يوم أن يبقى قضية هذه مسؤولية الشعب الفلسطيني وهذه ليست مسؤولية سيد حسن نصر الله يقول سأحدى القراج وسنقوم إلى الجليل يعني أن يسمح لإسرائيل سيعطي فرصة لإسرائيل أن تعود إلى بيروت مرة ثانية لكن هذا تهديد قوي هذا يردع العدو هذا من قال أنه يردع كنا نسمع هذا الكلام من عرفات قبل دخول الإسرائيلي إلى بيروت سنة 82 كنا نسمع هذا الكلام لكن التجربة المقاومة على مر السنوات أثبتت أن هناك قدرة عسكرية قوية للمقاومة هناك وهم كبير في حرب 2006 خسرت إسرائيل 130 قطيل أو 160 قطيل نحن خسرنا حوالي 2000 قطيل دمر حوالي أقل من 0.5% من إمكانيات الشمال الإسرائيلي يدمر كل الاقتصاد اللبناني كيف نقارن؟ اليوم يتحدث السيد نصر الله عن تغير في المعادلة وتقدم يعني عندما يقول سندخل إلى الجليل وعندما يقول الضاحية مقابل تل أبيب وعندما إذا قصفت مطار بيروت سأقصف مطار بن جريون تغيرت المعادلة لا أعتقد أن المعادلة تغيرت لأن لدى إسرائيل إمكانيات أيضا تغيرت كثير ولديها إمكانيات خطيرة جدا ولدى المقاومة وسمحت لإسرائيل بعدم احترامه ألا نتخوف إسرائيل اليوم من الدخول في حالو؟ لا أعرف هذا سؤال يسرح على إسرائيل ولكن إسرائيل لديها الإمكانية الجنونية لتدمر كل المنطقة والجميع يعرف ذلك فيجب أن نكون فعلا رصينين أيضا بطريقة التعاطي توجيه التهديدات يعني لا استغربته أن يوم الذي وجه سيد حسن نصر الله تهديده بإجتياح جليل كان يقول أنه في الضاحية لا يملك الإمكانية للسيطرة على أل المقداد وتبين أنه يملك عندما يرفع الغطاء فقط سنتوقف مع فاصل ومن بعده سنعود ابقوا معنا من جديد أهلا بكم في فقرة اقرأ تركيا عشيرة آل المقداد تدخل على خط العلاقات التركية اللبنانية صحيفة زمن التركية رأت أن الاستقطاب المذهبي واضح في المنطقة والحساسيات مرتفعة هذه المرة وفي الصحف التركية نقرأ أيضا الاجتماع الرباعي لإنقاذ سوريا وليس لإنقاذ أردوغان وأوغلو نتابع ميليات عودة الأنظار إلى مصر سميح إدز لم تستطع أنقرأ إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالإصلاح ولم تستطع جر حلفائها إلى التدخل العسكري اليوم تغرقوا سوريا في حرب أهلية وقد بدأ حتى المقربون من حزب العدالة والتنمية إدراك قصوري سياسة الحكومة التركية تجاه سوريا ولم يعد مهما إنقاذ ماء وجه رئيس الحكومة أو وزير خارجيته أحمد داوغلو بل كيفية حل المشكلة قبل توسعها في المنطقة من هنا جاءت مبادرة مصر للاجتماع الرباعي لمواجهة لبنانة سوريا أو أفغانتها والمهم أن إيران طرف في هذا الاجتماع وهذا يعني أن طهران تثق بمصر لا بتركيا التي ابتعدت لتكون طرفا في الصراع لقد رفض أردغان اقتراح المعارضة التركية بعقد مؤتمر دولي حول سوريا في تركيا بحجة أنه لا يمكن الجلوس مع القاتلين وهو ما أدخل سياسة تركيا تجاه سوريا في مأزق أقشم ضمانات حكومية وراء إطلاق التكين نقلت الصحيفة عن الناطق باسم عشيرة آل مقداد ماهر المقداد أن سبب إطلاق صراح التكين هو أن الحكومة اللبنانية أعطتهم ضمانات بشأن المخطوف اللبناني حسان المقداد كما أنهم لا يريدون المزيد من المشاكل في لبنان مقدما اعتذاره لعائلة تكين وقد استغرب رئيس الحكومة رجب طيب أردغان وجود مثل هذه القضية ودخول عشيرة على خط العلاقات التركية اللبنانية زمان الدين وسياسة في الشرق الأوسط تتسع النظرة بأن الصراع في الشرق الأوسط يستند إلى أسس دينية ومذهبية هذا ليس دقيقا فالمصالح الاقتصادية تتقدم على ما عداها لكن الحساسيات المذهبية مرتفعة هذه المرة في الشأن التركي الداخلي فأن الاستقطاب المذهبي واضح حزب العدالة والتنمية يعتمد خطابا سنيا لأنه لا يريد أن يخسر قاعدته وحزب الشعب الجمهوري يدافع عن العلويين لأنهم أحد دعماته الأساسية ولأن العلويين يرون فيه توازنا مع سنية حزب العدالة والتنمية لا يختلف الأمر كثيرا في الخارج السعودية تريد إسقاط النظام في سوريا لأنه طريق إضعاف نفوذ إيران في المنطقة وكذلك العلويون في سوريا يدافعون عن النظام ليس حبا بالدكتاتورية بل لأنهم يخافون من اضطهاد الغالبية السنية ما رأيك سعدة النائب بما جاء في هذه الصحف؟ أعتقد أننا الآن دخلنا مرحلة جديدة في منطقة السرق الأوسط وتحديدا في موضوع الصراع السوري بسبب الرباعية الرباعية عدد تشكيل قوة سياسية في المنطقة هي جمعة مصر والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وأعتقد أنها تحاول أن تشكل نوعا من عامل سياسي بوجه إسرائيل وبطريق حل أنا أوافق أن المطلوب من الرباعية أنقاذ سوريا وليس أنقاذ أي شخص آخر والتأكيد ليس أنقاذ الأسد ولكن أنقاذ سوريا مما يحدث فيها من قتل ودمار وتهجير لدرجة أننا نرى أن إذا استمرت الأمور هكذا لمدة سنة إضافية فهذا يعني تدمير كامل لسوريا لن تقوم لها قيامة قبل نصف قرن بعد ذلك وإذا سيكون اندصار كبير لإسرائيل يتحمل مسؤوليته من أدخل سوريا في هذه المتاهة منذ مارسة ديمقراطية لغاية رفض الإصلاح إنقاذ سوريا يعني نتوجه باتجاه الحل السياسي بعيدا عن الحل العسكري أنا أعتقد أن أي حل سياسي في النهاية ما هي السياسة أو ما هو الحرب هي وسيلة سياسية بالطرق أخرى والسياسة هي حرب بطرق أخرى الحلول هي نفسها يجب أن نصل إلى حل بأسرع وقت ممكن الحل العسكري يأخذ وقتا ويدمر أكثر من الحل السياسي فإذا كان هناك إمكانية للحل السياسي ويجب أن يكون هناك إمكانية للحل السياسي فهو بالتأكيد يفضل على الحل العسكري حتى لو كان هذا الحل السياسي يعني مع التغييرات يعني بالبيان الختامي للخارجية المصرية هو وقف العنف عدم التدخل الخارجي أيضا الحفاظ على السيادة السورية والدولة السورية لم يقارب هذا البيان مسألة تنحي الأسد أو من عدمها لا موقف الرئيس المصري واضح قاله في طهران رغم التحوير في الترجمة وقاله أيضا في جمع العربية في القاهرة منذ أيام موقف المصري واضح أنه لا حل بدون تنحي الرئيس الأسد بكل صراحة إذا لم يتنحي الرئيس الأسد لن يكون هناك حل سياسي لم يحدث حل سياسي بدون تنحي المسؤول الأول عن المسؤولية يجب إيجاد حل سياسي يلائم الشعب السوري بكل مكوناته مكوناته المذهبية مكوناته الطائفية مكوناته القومية أيضا مكوناته الجغرافية فبالتالي هناك ضرورة لإيجاد حل سياسي لسوريا ولكن حل السياسي يمر عبر إصلاحات سياسية أساسية وأحد الإصلاحات السياسية تغيير هذا النظام لا يمكن أن يستمر رئيس الأسد ونقول أننا إجرينا إصلاح فبالتالي هذا غير ممكن هي ربح للوقت فقط لا أعتقد أن الإبراهيمي هو يشعر بالفشل منذ البداية يقول أنها مهمة صعبة جدا وإذا لم يكن هناك يعني أصلا ماذا تعني خطوة الإبراهيمي في وقت بدأت الرباعية بعملها وهناك عمل أيضا من قبل المجتمع الدولي هناك متغيرات كثيرة الإبراهيمي إذا كان هذه نفس طويل قد ينجح في نهاية المطاف ولكن لا أرى أن نجاح قريب المدى للإبراهيمي على الساحة السورية لأن الظروف غير مؤاتية داخليا في الداخل السوري وليس هناك نية إصلاحية حققية لدى النظام هل برأيك منذ لحظات ذكرت أننا دخلنا مرحلة جديدة هل هذه المرحلة قصدت بها أن هناك لما يحدث من تقارب بين الأتراك وإيران أيضا من بين إيران ومصر على ما يبدو كما جاء في المقال أن طهران تثق بمصر لا بتركيا لذلك قبلت هذه المبادرة على كل إن هي مبادرة رباعية تركيا موجودة فيها ليس موضوع موضوع ثقة بالنهاية ليس موضوع 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 مصالح وأنا أوافق أن المصالح الاقتصادية هي الأساس والمصالح الوطنية وإيران تشعر الآن أن لديها مشكلة كبيرة مع العالم أجمع لديها اقتصاد ينهار لديها عملة فقدت حوالي ربع قيمتها خلال أسبوع لديها مشاكل اقتصادية لديها مشاكل اجتماعية كبيرة فهي تسعى لإيجاد حلول في الوقت الضائع قبل أن ينهار الاقتصاد الإيراني ويتحول إلى ما تحول إليه الاقتصاد الروسي في آخر أيام الاتحاد السوفيتي فبالتالي على إيران أن تقدم في مكان ما تعاطي إيجابي حتى لا أكل تنازلات لهذه المنطقة المحيطة بها لتحافظ على نفسها وبنفس الوقت لتتمتع بسيادة معينة وأمكانيات معينة دون أن تتدخل في شؤون الآخرين ما دخل إيران تتدخل في شأن اللبناني وفي شأن السوري بكل صراحة هي هنا المشكلة وهذا ما جلب تدخل التركي الآخرون يقولون أن هناك أيضا تدخلات سواء في لبنان أو في غير لبنان على كل حال المسألة السورية هي يعني يقال أنها الحرب حرب بالوكالة يعني البعض يقول بين السعودية وإيران أو بين الأقطاب في المنطقة أو في العالم قد تحول إلى ذلك لأن الرئيس الأسد أراد أن يحولها إلى حرب أقليمية لأنه بذلك يقوي من موقعه ويجعل نفسه جزء من تحالف أقليمي أما في البداية هي مجرد مجموعة أطفال كتبت بعض الدعوات لإسقاط النظام على حائط في درعة تم اقتلاع أزافرهم وانطلقت السورة هناك معارضة سورية حتى من معارضة الخارج من بينها رئيسها التنسيق الوطنية هيسم المناع اتهم بحديث للميادين أوغلو بالكذب وقال أنه يدعم الإسلاميين على حساب الليبراليين والعلمانيين وعلى ما يبدو أنه سيشارك في الحوار جيد إذا شارك في الحوار هناك لكل شخص أن يبدي رأيه بما يجري على الساحة الفعلية أن يكون هناك دعم لطرف أكثر من طرف هذا وارد بكل طرف سياسي إذا كان يدعم فعلا إنما أنا أعتقد أن القرار في النهاية هو للشعب السوري وليس لو هناك من أي دعم خارجي هل كل الشعب السوري اليوم يطالب بإسقاط الأسد؟ لنسبة للانتخابات لو فعلا أراد الرئيس الأسد كان يجب أن يتنحى جانبا يؤلف حكومة واحدة وطنية والتزب إلى انتخاباته ليقرر الشعب السوري نقل المسؤول الروسي أنه هو سيتنحى إذا اختار الشعب عبر الانتخابات رئيسا جديدا لسوريا يريد أن يجري الانتخابات بنفسه فهذا غير ممكن هذا ليس ديمقراطية تجربتنا مع الرئيس الأسد بـ 99% و 98% سابقا لا توحي بالصيقة أبدا هل هذا هو الشعب السوري الذي أعطى 99% للرئيس الأسد؟ للأسف انتهى الوقت معالي الوزير شكرا جزيلا لك عضو كتلة المستقبل النيابية النائف البرلمان اللبناني أحمد فتفت شكرا جزيلا لك على حضورك مشاهدين الكرام حلقة آخر طبعة لهذا اليوم انتهت تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة